كسر اللاعب البوسني ميرالين بيانيتش حاجز الصمت سريعا بعد يوم واحد فقط على رحيله عن برشلونة صوب بشكتاش التركي على سبيل الإعارة وجاء هذا الرحيل بعد عام واحد فقط أمضاه لاعب يوفنتوس السابق داخل ملعب الكامبنو نظرا لعدم قدرته على إقناع المدرب الهولندي رونالد كومان بالاعتماد عليه في التشكيل الأساسية فضلا عن رغبة النادي في التخلص من راتبه المرتفع وخلال تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية أكد بيانيتش أن خطوة انتقاله إلى بشكتاش جعلته سعيدا للغاية نظرا لأنه لم يكن راضيا عما حدث له على مدار العام الماضي لافتا إلى أن أي لاعب كرة قدم يود اللاعب باستمرار للشعور بالسعادة وأضاف كنت أحب دائما أسلوب لعب البارسة وأشاهد مبارياتهم لأن هذه الفلسفة تناسبني وأحبها والانتقال إلى الفريق كان حلما بالنسبة لي لكني لم أتوقع هذا الوضع المعقد وعبر بيانيتش أيضا عن امتعاضه من الطريقة التي عمل بها سواء من الجهاز الفني أو إدارة النادي حيث قال لم يواجهني أحد بأي شيء ويخبرني بما يرغبون فيه في وجهي وهذا ما مررت به لأول مرة في مسيرتي حيث أنني لم أقلق أي مشكلة مع أي فريق أو أي مدرب إذ ربضتني علاقة جيدة مع كعفة المدربين وتطرق بيانيتش للحديث عن تعاملكمان معه قائلا وضعي كان معقدا منذ البداية وذلك بعدما بدأت في التدرب تحت إصراف مدرب اللياقة البدنية وبعد انضمامي للتدريبات الجماعية مرت أيام عديدة دون أن يأتي إلي المدرب ويحدثني عن أفكاره وما يريده مني وأردف الوضع كان غريبا للغاية لكني حاولت تهدئة نفسي لرغبتي في القتال من أجل اللعب لكن الوقت كان يمر دون تغيير قبل أن أشارك في مباراة وأغيب عن أخرى واستطرد عندما تسير الأمور بهذا الشكل فإن ثقتك في نفسك تنهار نظرا لعدم وجود أي تواصل مع المدرب حيث أنني مستعد لتقبل أي قرار له لكن بعدما يخبرك وجها لوجه عما يجول في خاطره ورغم اعترافه بعدم من دمه على الاندمام للفريق الكتالوني إلا أن بيانيت أكد أن كومان لم يتعامل معه باحترام كاف وهو ما أزعجه بشدة على مدار الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر